السلام عليكم ورحمة الله مصادر مقربة من قصر المرادية تقول باللي في الايام الجاية منها الى اسبوع 15 يومها اكثر تقدير رح تكون حركة بتاع تغيير على مستوى رئاسة الجمهورية وتخل في الحركة هذه رايحة تم ايقالة الوزير المستشار المكلف بالاعلام محمد السعيد وبالعيد اللي راح يخلي مكانه ورح يتخلص منه رئيس الجمهورية بعد ما يعني قثرت الهضرة على الضعف الموجود على مستوى الاعلام والاتصال في الرئاسة ومعروف باللي الى حد الان على مستوى رئاسة الجمهورية منصب مدير الاعلام لانو كان مديرية اعلام لرئاسة الجمهورية الى حد الان مزال ما حكم محتوى كل العناصر اللي تم ترشيحها ترفضت من طرف اجهزة الامن الكبيرة هذي يعني يجيبوا ناس يرفضوهم اجهزة الامن و من ضمن المترشيحين كانوا عناصر اللي يحاول بشيدسها سيمو محنسايدو بالعيد ذهاب محنسايدو بالعيد راح يكون عنده تأثير على بعض المؤسسات الإعلامية في في البلاد مؤسسات سواء صحف او ما هي حول الصحف مطابة يعني حتى لاناب ممكن جدا سيلاري يخلي لقشة دياله ليه هذا ما فادونا به يعني مصادر هذه مصادر مقربة وما تقولوش نشكو في مصداقيتها وتبقى دائما تغييرات هذه تبقى دائما مرهونة بعناصر تحوم حول رئاسها تقدر تقوم فيها تأثيرات تقدر تقوم فيها تأثيرات هذه تقدر تسرع باتخاذ القرارات يعني وترحيل شخصيت هذه اللي معنية كما تقدر تعطل ولكن حسب المصادر هذه التغيير سيكون فيها خاصة قبل إجراء الاستفتات تعالي برمي نوفمبر تعالي نوفمبر حول مشروع الدستور لأنه سوى الرئيس أو الناس المقربين منه ملاحظوا الضعف كبير في الاتصال وصراع صراع كبير بين رجالات الاتصال دارة به خاصة المجموعات تع تبرنا تع لوكايد تع بوفر محمد سانك شعر محمد خامس جماعة هاديات رأيه تخلط بزاف ويقولوا بلي رئيس العصابة هذه تع هذا الجماعة هذه هو محمد ساعده بالعد بما أنه ماخذ يعني أكبر منصب هو وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية ويعتبر بالتالي هو رأس الحربات تع هذه العصابة للحديث بقي وننتظر الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته